بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الاهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند النهاردة حلقة نهاية الأسبوع بس هيكون عندنا إطلالة مهمة جدا عن الأحداث الرياضية التي مرت على مدار الأسبوع لا سيما الحدث الرياضي الأبرز والذي عُقد بالأمس في مقر النادي الاهلي في الشيخ زايد تتشين مشروع القرن الاستاد والمدينة الرياضية للنادي الاهلي في الشيخ زايد خلال الفترة القادمة كان تريند بالأمس على السوشيال ميديا والكل بالتأكيد تابع فعليات الحفل اللي استمر حوالي ساعتين في فرع النادي الأهلي في الشيخ زايد وكان فيه استعراض لكافة التفاصيل الخاصة بهذا المشروع والذي يسميه بمشروع القرن عندنا إطلالة سريعة أبرز التفاصيل التي تم الإعلان عنها من خلال الصفحة الرسمية للنادي الأهلي والموقع الرسمي وأيضا كلمة مهمة جدا للكابتن محمود الخطيب سوف نستعرضها من خلال برنامج التريند كمان هنتكلم على مباراة مصر وبوركينا فاس ومباراة يوم الخميس المقبل غدا إن شاء الله بإذن الله مباراة هامة جدا في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم كمان عندنا مدخلة مهمة جدا في هذا الإطار هنستعرض فيها كافة التفاصيل المتعلقة بالتصفيات الإفريقية وهيكون فيه كمان إطلالة مهمة جدا عن إنجاز الأهلي بالفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الاثناشة من خلال ضيفنا اللي هيشرفنا النهاردة عبر الاسكايب ولكن مش هنتكلم في تفاصيل لغاية لما يكون معنا الضيف من خلال باقي فقرات برنامج إلتراند حالة فاكة وليس كتيرة وتفاصيل مهمة جدا لكن كالعادة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وعايز أعرف توقعات حضراتكم على نتيجة مباراة مصر وبوركينا فاس وليس تقوم غدا على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العشرة من مساء الخميس وكمان عايز أعرف توقعاتكم مين ممكن يسجل الأهداف شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم على النتيجة ومين كمان ممكن يسجل الأهداف نتمنى طبعا يكون في نتيجة كبيرة وعريضة ولكن الأهم بالطبع في المراحل دي الثلاث نقاط والإبتعاد في الصدارة عن أقرب المنافسين بوركينا أربع نقاط غينيا بساو أربع نقاط والمباراتين القادمتين مع بوركينا وغينيا بساو لكن نبدأ حلقتنا دلوقتي بأهم العنوين البداية في ترند الأهلي الخطيب يعلم تدشين مشروع القرن وكمان الفريق يواصل الاستعداد لمواجهة فرقه وفي الترند المحلي المنتخب يختتم استعداداته لمواجهة بوركينا غدا كل التفاصيل والكواليس والأخبار الحصرية فقط على شاشة قناة الأهلي من خلال برنامج الترند كل ده ولكن بعد الفصل مجلس إدارة النادي الأهلي بالأمس برئاسة الكابتن محمود الخطيب كان شاهد وتابع واهتمام كبير جدا من خلالهم لمشروع القرن تدشين مشروع القرن تم بالأمس في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد في تمام الساعة التسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق أربعة يونيو عام عشرين أربعة وعشرين وزي يمكن ما احنا شايفين على الشاشة يمكن المكان الحفل في فرع الأهلي في الشيخ زايد كان بشكل رائع جدا والاتفاق الإطاري لمشروع القرن هو ما بين قوسين مدينة النادي الأهلي الرياضية وبالتأكيد هذا المشروع العملاق الكبير تم بالاتفاق وتوقيع الشراقة ما بين شركة الأهلي للمنشآت الرياضية مع شركة القلع الحمراء لإدارة المنشآت شركة القلع الحمراء بتقود تحالف مكون من 16 شركة عالمية وعربية هذه الشراقة الهدف منها تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل مدينة الأهلي الرياضية تاني الشراقة وهذا التحالف اللي شفناه بارح بالأمس بوجود مسؤولين على أعلى مستوى من خلال تحالف نجحت فيه شركة القلع الحمراء مع 16 شركة عالمية وعربية ومصرية الهدف أن يبقى فيه تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل مدينة الأهلي الرياضية المدينة الرياضية بتشمل إيه؟ خذ عندك أول حاجة استاد بيسع لحوالي 44 ألف مشجع بالإضافة إلى مدحف للنادي الأهلي بالإضافة إلى جامعة رياضية ومدرسة وفندق ومستشفى رياضي يا رب بإذن الله إن شاء الله يعني ربنا يدينا ويديك طلط العمر ونشوف المشروع ده بإذن الله في السنوات المقبلة لأن أنا شفت المكان اللي انتوا شايفينه على الشاشة ده وهو لسه كان صحرة ما كانش فيه حتى يعني كرسي أو مبنى كان لسه صحرة والأيام جريت والسنين جريت وشفنا الفرع وهو بيتم افتتاحه وشفنا فيه مبنى اجتماعي وحمام سباحة ومسجد وملاعب سكواش بالإضافة إلى ملاعب الأكاديميات وملاعب للسلة والطيرة واليد وباركنج بمساحة كبيرة جدا في فرع الشيخ زيد لا يتبقى سوى مدينة الأهل الرياضية داخل هذا الفرع العملاق ويعتبر الفرع الثالث للنادي الأهلي وبعده كمان كان فيه فرع آخر فيه التجمع الخامس في القاهرة الجديدة وتم افتتاحه أيضا مؤخرا وشفنا إنشاءات على أعلى مستوى إنجازات بنشوفها كبيرة جدا لكن عايز أقول لحضراتكم تنفيذ المشروع هيكون على مساحة 43 فدان وبإذن الله ان شاء الله بحد أقصى طبقا لما هو معلن على صفحة النادي الأهلي الرسمية إن هذا المشروع في خلال أربع سنوات سيارة النور ويكون فيه استاد رسمي للنادي الأهلي تقام عليه مباريات النادي الأهلي الرسمية بعد سنوات طويلة جدا في منتصف السبعينات كانت آخر مباراة اتلعبت للنادي الأهلي على ملعب مختار التتشيب الجزيرة بعد السنين دي كلها هنبدأ نشوف كمان مباريات رسمية للنادي الأهلي على استاد النادي الأهلي اللي هيكون فيه فرع النادي الأهلي في الشيخ الزيد طبعا شركات كبيرة وعالمية وعربية ومصرية تحالف رائع جدا أكيد هيكون فيه استفادة كبيرة جدا وأميز ما لحظناه بالأمس والكلام كله على الإنشاءات وعلى المشروعات إن الهدف الأسمى في هذا المشروع إن جماهير النادي الأهلي لما توصل وتدخل وتشوف الليستاد مش محتاجة تيجي قبل أي مباراة بخمس ساعات ولا ست ساعات كل الأمور اللي تقدر من خلالها تقدم خدمة خمس نجوم هتبقى متاحة في هذا المشروع لجمهور النادي الأهلي ولو عضو النادي الأهلي ولكل واحد بيحب المكان ده والكيان ده ومنتمي لهذا المكان عموما فيه كلمة مهمة جدا للكابتن محمود الخطيب نطلع نسمع ونشوف قال إيه على التتشين مشروع القرن واللحظة التاريخية اللي كلنا عشناها بالأمس في فرع النادي الأهلي في الشيخ زيد الأرض خدناها سنة 2004 وخدناها في وجود مجلس دارة برئاسة الكابتن حسن حمدي ربنا يدي له الصحة أنا بشكر جدا النهاردة كان حريص جدا أن يكون موجود لأسف عنده ظروف صحية وعشان كابعت ابننا طايمور حسن حمدي موجود معنا ابتدينا أن نفكر كيف يكون الأستاذ في أكتوبر في الشيخ زيد بعد المرحلة دي تم تكليفنا برئاسة النادي الأهلي سنة 2017 آخر 2017 كان عندنا أهداف كمجلس دارة الهدف الرئيسي عشان نعرف نشتغل كويس في كل الملفات وفي كل الأمور يكون عندك دستور يكون عندك دستور النادي الأهلي دستور النادي الأهلي متمثل في نظام أو النظام الأساسي لاحة النظام الأساسي للنادي الأهلي اللي بشكر فيها محمود بفاهمي كان فيه لجنة مكونة من سادة يعني أفاضل قانونيين محمود بيه كان بيرقسهم وقدمونا دستور وقدمونا لايحة النظام الأساسي للنادي الأهلي وأنا بشكرهم جدا من خلال الليحة دي بقى عندنا أن احنا نقدر نعمل شركات اللي تفضل بيها السادة الوزير واللي ساعد فيها الحقيقة في أن احنا ناخد خطوات سريعة فيها فعملنا أكثر من شركة منها شركة الأهلي للمنشآت الرياضية طيب بنفس المشكلة وجهتنا الارتفاع لأن الارتفاعات اللي كانت موجودة في الشيخ زايد هي ستة متر بس ستة متر فقط عشان تعمل الأستاذ إزاي بستة متر عشان نعمل الأستاذ فكرنا من زمان جدا عشان نوصل ناس متخصصة يعني نحفر جوه الأرض ونحفر تحت أكثر من خمسة وعشرين متر عشان نبني الاستاذ بتاعنا طبعا ده كان أمر في منتهى الصعوبة ويميها الحقيقة أنا في وقت من مجلس الدارة إن أنا أروح أروح لأكثر من جهة مسؤولة ورحت وقعدت كتير وقعدنا على مداري ممكن سنة ونصة أو سنتين عشان نحاول ناخد موافقة ارتفاع وده اللي حصل الحمد لله رب العالمين هيئة عمليات القوات المسلحة في مارس واحد وعشرين الدونة موافقة لارتفاعات تلاتين متر ده الأمر الأساسي عشان كده أنا بشكر كل مؤسسات الدولة اللي بيتعاونوا مع أي عمل جات وبشكر الحقيقة كل الأساتذة والوقات والأجهزة اللي كانت وراء الموافقة دي الموافقة دي هي أساس العمل النهاردة لو ما كانش عندنا الموافقة دي ما كانش فيه ستات فالحمد لله رب العالمين أن احنا حصلنا على هذه الموافقة وده بقى جاب بالنسبة لنا هي نقطة التحول الرئاسية ومش تحول بس هو نقطة الأمل الأمل ابتدأ يبقى في عينينا والأمل ابتدأ يبقى في دماغنا عايزين نتحرك عشان كده ابتدينا أن احنا نفكر عايزين جهة مسؤولة عايزين نهاية مسؤولة اللي هي أنشأنا شركة الأهلي لمنشآت الرئاسية حق جمهور النادي الأهلي أنه يروح الأستاذ بتاعه بسهولة ويدخل بسهولة ويخرج بسهولة ومع الأدوات اللي بيشجع بيها المتاحة أنه هو ياخد ولاده ويقضي يوم في مباراة للنادي الأهلي في الأستاذ ياخد ولاده ويروحه المتحف كل الأمور دي للأجهال الجديدة بإذن الله يعرفوا قيمة النادي الأهلي إن شاء الله إحنا المفروض ناخد بالنا من الفرق الرياضية اللي بتخليها النادي الأهلي النهاردة أول نادي في العالم في تحقيق البطولات لازم نصرف ولازم ندعم الفرق الرياضية فمش معقولة كمان النادي الأهلي يطلع من عنده مبالغ مليارات المليارات علشان نبني استاذ وما نصرفش الكلام ده في فرقنا الرياضية ما نصرفش الكلام ده لخدمة أعضاءنا أعضاء النادي ما نصرفش الكلام ده في إسعاد جماهيرنا ما نصرفش الكلام ده في التطوير المستمر لكل منشآت النادي وكل فرق النادي وكمان بنبني فرق جديد الحمد لله رب العالمين يوم تاريخي يا جماعة لو احنا افتكرنا آخر مباراة اتلعبت في استادي التيتش ما عرفش حد فاكرها ولا لا رسمية مباراة رسمية فاكرها يا عادلي انت كلام دوت كان سنة ستة وسبعين خمسة وسبعين قاسف سنة خمسة وسبعين مباراة رسمية يعني عدى الغالة النهاردة جماعة تسعة واربعين سنة تسعة واربعين سنة الحلم موجود تسعة واربعين سنة مجال السدراء بستغل عليه تسعة واربعين سنة الجمهور نفسه يشوفه تسعة واربعين سنة الناس كلها منتظرة ده النهاردة احنا ان شاء الله بإذن الله يكون هو ده بداية تحقيق هذا الامر هنا انا مفضلس بالنسبالي غير حاجة واحدة حاجة واحدة بس نفسي تتحقق ونفسي احققها مع زميلي ان اشوف النادي الاهلي بلعب في استادو ده امر مهم جدا بالنسبالي وامل كبير جدا بالنسبالنا ساعتها بس هحس ان احنا كلنا وانا بقول معايا بقى زميلي اعضاء مجل السدارة واي واحد ارتبط اسمه باسم النادي الاهلي اي واحد ارتبط اسمه بقى عنده اسم شهرة لان ده النادي الاهلي وده جمهور الاهلي فكل زميلي وانا اقوله احنا عندنا دعم كبير واحنا يعني عندنا كمان مهمة كبيرة جدا ان احنا لازم ننقذ عشان جمرنا لكن كل اسم مر جنب النادي الاهلي هو استفاد من النادي الاهلي عشان كده النادي الاهلي من حقه علينا احنا كلنا نشتغل حتى لو اشتغلنا بازمنا وبوقات ودينا فكر ودينا رؤية يعني بيقول مثلا ايمن وبيقول محمد كامل ان احنا فعلا لطقينا وانا بتعالج وانا على فكرة طالع تاني من اللي جايين دولت المهم احنا كلنا هنحس وانا ساعتها بصراحة حس لو اتحقق حلمنا وشفنا او شفت حتى لو كنت قعيد يعني شفت بس مجرد مباراة في النادي الاهلي في الاستاذ الاهلي ده بالنسبة لي احس ساعتها ان انا ردت جميل للنادي وردت جميل الجماهير وكمان شكرت الله سبحانه وتعالى على كل امر في توفيق ربنا اكرمنا به الحمد لله رب العالمين طيب كلام مهم جدا من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي على هذا المشروع التاريخي اللي بنتكلم عليه وسمية بمشروع القرن لان انت بتتكلم على مدينة رياضية كاملة متكملة بوجود شركات كبيرة عالمية وعربية ومصرية هتعمل ابتداءة من اليوم وعلى مدار السنوات المقبلة عشان نشوف مدينة متكملة وهتكون على كذا مرحلة ولكن بالتأكيد المرحلة اللي بتهم جماهير النادي الاهلي في المقام الاول هو الاستاذ ان شاء الله بإذن الله قريب جدا نبدأ نستعرض ونشوف كل التفاصيل المتعلقة بالاستاذ وهنكون معاكم اول باول بكافة التفاصيل ببعض الصور والفيديوهات اكيد في فرع النادي الاهلي في الشيخ زاية خلال الفترة المقبلة طيب نروح دلوقتي ليه تدريب فريق النادي الاهلي على الجانب الاخر الاهلي بيستانف تدريباته عن تدريب النهاردة بعد تدريب اللي بدأ اول امس كان خلاص فترة اجازة لمتت اسبوع غالبا ممكن يكون فيه مباراة ودية الفترة اللي جاية مباراة فاركو الرسمية في الدوري اول لقاء بعد فترة الاجازة والتوقف الدولي هتكون يوم 14 ستة ففيه تفاصيل كتيرة فيه احداث مهمة اكيد متعلقة بالتدريب نروح نسمحها دلوقتي ونشوفها من خلال زمينا كريم احمد المتواجد حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيرة مسائل فل يا كريم مسائل خير عليك زميل العيز محمد سعيد كل التحية ليك والكل مشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان سعيد قبل انطلاق التدريب بحوالي ساعة الاوروبا بالتأكيد طبعا محمد يعني زي ما بنقول النادي الاهلي بيستانف ويواصل استعداداته للفترة القادمة مباراة فاركو وتحديدا كمان باقي المباريات لان ممكن الاجازة انتكلمت عليها الفترة كانت مهمة جدا ان انت تريح تفصل بشكل كبير جدا عشان يكون فيه تجديد للرغبة والدوافع المتجددة باستمرار رحية عند كل اللاعب للنادي الاهلي عندنا اهو يمكن فجوة في العدد عدد كبير جدا مش متواجد فيه التدريبات لان طبعا تعرف النادي الاهلي قيمة كبيرة جدا الكل بينضام طبعا من خلال النادي الاهلي الى متخباتنا الوطنية لكن كالعادة مستر كولر بيحاول ان هو يدعم الامر ده بعدد من قطاع ناشئين ايضا كمان يمكن القطاع فيه بعض اللعيبة منه فيه المنتخبات لكن عندنا وفرة الحقيقة كبيرة جدا فيمكن مستر كولر بيحاول هو ينطقي بعض العناصر تكون متواجدة معاه في التدريبات بيحاول ان هو يسد الصغرة العددية لان انت عارف حمد الجرعة التدريبية الكاملة لابد يكون عندك عدد كبير من اللاعبين عشان تقدر ان انت تستفيد بالجرعة التدريبية لكل اللعيبة فهيكون امر مهم فالنهاردة هنشوف كالعادة طبعا عدد من قطاع ناشئين ايضا كمان في حراسة المرمى هيكون عدد متواجد من قطاع الناشئين لان برضو الامور بتنطبك على حراسة المرمى الجرعات التدريبية لابد يكون فيه عدد وافر وتحديدا كمان يعني الحراس انت عارف محمد بتدرب بعض في هذا الامر مش مشيلي انا كن فقط لغير فعشان كده النهاردة نشوف العدد بالنسبة لي فريق النادي الاعلي عن اليومين الماضين نهاردة نشوف عدد كبير شوية بالنسبة لي اللاعبين مستر كولر الحقيقة برغم نقص العدد لكن بيحاول الحقيقة محمد ان هو يصحح بعض الاخطاء يحفظ اللاعبين بعض الامور مفيش وقت الحقيقة غير هذا الوقت الامر المهم اللي احنا كنا بنتمنى ان اللاعبتنا يكون متواجدة عشان يكون فيه تصحيح اخطاء يكون فيه رؤية جديدة يكون فيه تاكتيج جديد خلال الفترة القادمة لكن الراجل بيحاول على قد ما يقدر ممكن في اللحظات اللي انا بكلامك فيها محمد فيه محاضرة فانية طبعا لكل العابين المتواجدين الراجل بيحاول ان هو يحفظ العابين بعض الجمل نظري وعملي في نفس الوقت رغم الحقيقة شدة الطقس الجو حار جدا محمد كان العطول مستر كولر بيعمل تدريب اربعة خمسة خمسة في هذا التوقيت لكن الراجل يمكن قال لا لابد يكون التدريب النهاردة ستة وممكن كمان يكون ستة ونص لان درجة الحرارة جديدة شوية في ملعب مختار التيتش لكن الحمد الأمور طيبة جدا بالنسبة للاستعدادات هي مرحلة مهمة جدا بالنسبة اللعابين وكمان يمكن المباراة الودية امر مهم يعني بنسبة كبيرة جدا محمد تفوق تسعين في المية النادي القالي خلال الايام القادمة سيكون فيه مباراة وودية لان الفترة كبيرة حسسية المباريات مهمة جدا العدد اه بنتكلم عليه وبنتكلم على كل العيبة اللي مش متواجد لابد ان انت يكون كل العيبة اللي ما بتشاركش تشارك فيه المباراة الودية يكون فيه عندهم حسسية المباريات شوف كل لعبين الهيت مابل اللي احنا عارفينها طبعا والكلاس الحرارية والنسبة لتحركات الجي بي اس كل الامور دي الحقيقة مستر كولر عايز تطمن عليها مع كل العيبة النادي القالي وتحديدا العيبة اللي ما بتشاركش فترات طويلة في خلال الموسم فان شاء الله بإذن الله تكون مباراة الودية جيدة او ممكن نشوف تريماتش لسه الامور دي هتتحسم ان شاء الله بإذن الله بعد انتهاء التدريب دي المعلومة اللي عندنا ان خلاص هيتم الاعلان عن مباراة الودية او هيكون فيه تريماتش خلال الايام القادمة لكن كل الامور دي محامنا منتظرين بس للكابتن خالب بيبو مدير الكورة بيئة النادي القالي عشان يتم الاعلام من خلاله سواء مباراة الودية او تريماتش مهمين جدا بالنسبة لفريق النادي القالي في هذه المرحلة زي مننا كريم أحمد موفد قناة الاهلي من مقار النادي القالي بالجزيرة شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات قبل ساعة الى ربع من استئناف الاهلي للتدريبات قبل مطلع الفاصل عايز اقول لكم النهاردة الكتالوج ولكن على مستوى الاندية وانت بتبص كده على البطولات الافريقية والفرق اللي فازت بدور الابطال في من اول انطلاق البطولة في السبعينات لغاية عشرين اربعة وعشرين وتبص على الشكل بصوا على الصورة كده قدامنا دي كلها الاندية كل نادي فاز بالبطولة مرة واحدة مثلا عندك النجم الساحلي عندك مثلا الافريقي عندك مثلا كزا نادي ارلاندو بايرتس الجنوب افريقي كذا نادي يعني. نادي مثلا ايه؟ أن ده فاز بالبطولة مرة واحدة. أن ده فاز بالبطولة مرتين. آآ 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 آ� لو تنفع تبقى خلفية موبايل لو تنفع تبقى لوحة تتحط مثلا في النادي تتحط على تتعمل بها جمهور النادي الاهلي في المتحف يعني بصوا الصورة دي صورة تاريخية الصورة دي لو عايز ترد بيها على اي حد بيتكلم على التاريخ ترد بالصورة دي الصورة دي تاريخية ليه انها بتتكلم على تاريخ طويل جدا وتاريخ عريض جدا كيف نجح النادي الاهلي في تصدر المشهد الإفريقي من أول منطلقة البطولة في السبعينات حتى عشرين أربعة وعشرين دستة بطولات من أهم وأعظم وأكبر بطولات الأندية الإفريقية دور الأبطال الإفريقي بجد بشكر الناس في الاتحاد الإفريقي شغل الديجيتال ميديا في نشر هذا التفاصيل المتعلقة منذ نهاية دور الأبطال وبصراحة بنشوف حاجات جميلة جدا وبنستنى دلوقتي ونشوف كواليس قط اللبس سواء في القاهرة أو في تومس لأن أكيد هنشوف كواليس قط اللبس الديجيتال ميديا في الكاف أكيد سجل ده عشان نشوف بعض اللقطات الحاسمة اللي كانت ما بين قبل المباراة أو ما بين الشوتين أو الفرحة العريمة اللي بعد نهاية المباراة نهرج إلى فاصل ثم نواصل نتكلم على المنتخب الوطني والتصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس العالم وعندنا كلام مهم جدا في المرحلة دي لأن المرحلة دي فيها تفاصيل كتيرة على مشوار المنتخبات الإفريقية والتصفيات الإفريقية وكمان محتاجين نتكلم على إنجاز الأهلي في دور أبطال إفريقي ومحتاجين نتكلم عن المرحلة التاريخية اللي شهادها منتخب مصر مع كارلوس يا كيرش وصل نهائيات ولعب مطشوات على أعلى مستوى ولكن لم يوفق سواء بالفوز بكاس الأمم أو حتى بالتأهل لكاس العالم النهاردة معنا واحد من أفراد الجهاز الفني اللي منتخب مصر في التوقيت ده قبل سنتين كان متقلق على الساحة الإفريقية هنتكلم معاه في كافة هذه التفاصيل لأنه عنصر مشترك ما بين المنتخب الوطني والتصفيات الإفريقية وأيضا النادي الأهلي أرحب معاكم من خلال شاشة قناة الأهلي وعبر زوم مع المدير الفني لفريق أورلاندو بايرتس السابق والمدرب السابق والمساعد لكارلوس كيرش مستر روجر دي سا برحب بيك على شاشة قناة الأهلي وسعداء بوجودك بالتأكيد معنا النهاردة عبر شاشة النادي الأهلي شكرا جزيلا لكم على صدافاتي أنا سعيد لأنكم سمحتم لي على الاتصال بأصدقائي بمصر وأيضا أصدقائي في النادي الأهلي الذين قاموا بحسن ضيافتي في عام 2013 حينما لعبت أمام الأهلي في الذكرى المعروفة في ركلة الحرة التي سددها أبو تريكا والتي تسببت في خسارة اللقب لنا في 2013 فبشكل واضح أنا سعيد وممتن لتوجدي على قناة هذا النادي الكبير طيب كويس جدا بما أنك بدأت الحديث عن المواجهة التي تمت مع النادي الأهلي قبل 11 سنة ما بين أورلانتو بايلبلت الصخرة واق الجمعة وهو مجل المنتخب معاكم في الفترة دي استعادت الزكريات والمباراة اللي كان فيها واق الجمعة أحد الركاز الأساسية في عام 2013 أكيد كان لقاء في حديث زكريات مهم جدا لم أسمع جيدا أعد السؤال أتحدث عن واق الجمعة صحيح بنتكلم على واق الجمعة نعم أنا تقابلت حينما لم يكن لديه شعر ولكن الآن أنا أعرف والآن لديه شعر الشكل تغير ولكنه إنسان رائع على مصد شخصي بالطبع ظل يذكرني بمحلها في عام 2013 وحينما خسرنا أمام الأهلي ولكن كان من العظيم أن أعمل معه أنا أتقابل معه ويكون لنا ويكون لنا علاقة عمل والأسف خرجنا في بطولة إفريقيا أمام السنغال ولم نتأهل أيضا لكأس العالم طيب لك تجربة على المستوى الإفريقي وشوفت أكيد إنجاز الأهلي بالفوز بدور أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 عايز أعرف رأيك في إنجازات الأهلي على المستوى الإفريقي وانتواجهت الأهلي في 2013 يعني المراحل الزمنية اللي اختلفت من 2013 ل2024 ولكن يبقى اسم الأهلي هو الأعلى أو الأفضل على مستوى الأنديا الإفريقي الأهلي هو ريال مدريد الكرة الإفريقية بلا شك الأهلي هو النادي التاريخي للمنافسة في دور الأبطال في إفريقيا هو ريال مدريد بحق في إفريقيا ما يقدمه الأهلي هو الأفضل العديد من اللعبين المميزين الأهلي والأكثر إقناعا الأكثر تنظيما هم قادة القارة بلا شك سوندونز الآن يحاول أن يلحق بالنادي الأهلي يحاول أن يصنع تاريخا وخصوصا حينما كان باترس مدسيمي رئيسا للنادي وكان يمول النادي بشكل جيد وقعل النادي منافسا كميرا ولكن 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 على الأقل رأينا فريقا ينافس ولكن الأهلي لا يضاهى منذ عام 2013 الأهلي يستطيع المضي قدما لمنافسة رئي المدريد على الأرقام القياسية فبلا شك الأهلي هو ملك القارة الإفريقية على المستوى الأندية بطولة 2013 هل بطولة من الزكريات التي تتبعها دائما تفتكر نتائج هذه البطولة أنت لعبت مع الأهلي في البطولة دي حوالي أربع مباريات في دور المجموعات ولكن في المباراة النهية كان الوضع مختلف أنا لعبت أمام الأهلي في عام 2013 أربع مباريات أسفة لا أستطيع أن أسمع شيئا يوجد انقطاع في الخط لكن لا أسمع جيدا مستر روجر سمعني كده طيب معي طيب سيغة السؤال بتكلم على الإنجاز الطيب اللي اتحقق في 2013 أن أورلاندو بايرتس يوصل للفاينال ولكن لما لعبت مع الأهلي في الجروب ستيتجي في مرحلة المجموعات غير المواجهة اللي كانت مع الأهلي في الفاينال شفت المواجهة إزاي هنا وهنا انظر أعتقد أن لا أستطيع أن أخفي ذلك حينما ذهبنا لمواجهة الأهلي في مرحلة المجموعات كان في رمضان وكان لدينا ميزة وأفضلية على الأهلي وقد قمنا بهزيمة الأهلي لأن اللعبين لم يعتادوا على اللعب في نهار رمضان ولكن حينما تقابلنا في النهائي كان الأمر مختلفا الأهلي أتى بكامل قواته الأتي أتى باللعبين الخبرات الكبيرة أمام شباب أورلاندو بايرتس بالطبع عانينا أمام فريق كان يوجد به لعب مثل أبو تريكا وقد استطاع أن يحرز ركلة حرة مميزة استطعنا أن نتعادل في ممبرات الذهاب ولكن في القاهرة كان الأمر صعبا ولكن كان أداؤنا جيدا نحن فخورون بأنفسنا لنتذكر أننا كان لدينا فريقا شابا ولكن هذه هي كرة القدم بالطبع المباراة دور المجموعات كانت جيدة وخلصتنا عن نفوز ولكن كان واضحا وإن ظللنا نفوز لنصل النهائي ولكن لم نتوقع أن نهزم الأهلي كان الأفضل وليس فقط في البطولة وإنما هي ذكرى جيدة لنا ذكرى جيدة للنادي ذكرى لي كمدير فني أنا استمررت مع الأندية جنوب أفريقية بعد ذلك ورأينا بالفعل أن دية جنوب أفريقية تنافس الأهلي كسانداونز كما ذكرت ولكن حينما تخوض مباراة أمام النادي أندية عظيمة كالأهلي على أرضي في مصر وأيضا أندية تونس وأندية المغرب فتكون الأمور صعبة على أندية جنوب أفريقية نحتاج الحظ أمام فرق بها اللاعبين مثل والجمعة وكان لديكم حارس مرمى مميز وكان حارس مرمى الخاص بمتخب مصر نعم كان ذكرى رائعة ذكرى عظيمة أنا استمتعت بالتواجد في مصر وأيضا بالعمل في مع منتخب مصر وأنا أتطلع للعودة لمصر قريبا طيب مع منتخب مصرك اشتغلت فترة جيدة مع كارلوس ساكيروش ويمكن في لعيبة ظهرت مع المنتخب لأول مرة زي محمد عبد المنعم زي عمر كمال عبد الواحد عايزك تحكي لي عن التجربة دي والتوقيت والفترة اللي اشتغلت فيها مع منتخب مصر اشتغلت في منتخب مصر في فترة كارلوس ساكيروش نعم تحدث عن بعض اللعبين الشباب في منتخب مصر في فترة كارلوس ساكيروش نعم نعم انا اتذكر اننا قد خمنا بمرقبات ومتابعة بعض اللعبين الشباب في هذه الفترة كعمر مرموش كان لعب رائع ولكن عملنا عن قرب مع بعض المدربين المحليين في مصر للحديث عن اللعبين والامور الفنية الخاصة بالفريق والترشحات فبالتالي هؤلاء المدربين قد ساعدونا أعطونا معلومات كافية وتابعنا وتابعنا هؤلاء اللعبين عن قرب وقد خمنا بالفعل بضم بعض اللعبين الشباب بجانب الكثير من اللعبين ذو الخبرات وبالفعل عمر مرموش وبالفعل مصطفى محمد اللعبين المحترفين كانوا وايضا امام عشور حينما ضممنا كان متعلقا مع الزمالك بالفعل كان يوجد العديد من بالطبع بالطبع عمر كمال كان لعب مميز واستطاعا أن يكون نجما في هذه الفترة بالطبع نريد أن أردنا أن نخلق انسجاما بين هؤلاء اللعبين الجدد والفريق ربما تحقق بعض النجاحات بذلك وربما لا ولكن هذه هي كرة القدم اللعبين الجدد ربما يحققوا النتائج المرجوع ربما لا طيب عايز أختم مرحلة كارلوس كيروش وجودك مع منتخب مصر بموقف كده أو كواليس عرفتها لما جيتوا تلعبوا أمام منتخب أنجولا كان عندكم مشكلة في معرفة أسماء لعبي منتخب أنجولا قدرتوا بزكاء أن تتابعوا الحسابات الرسمية للاعبي منتخب أنجولا عبر انستجرام ومن خلالها قدرتوا تعرفوا منتخب أنجولا ممكن لعب مع منتخب مصر بأي عناصر في ظل أنه كان فيه تغيير كتير على شكل الفريق نعم نحن حاولنا أن نتابع المنتخب بالشكل الطبيعي كما نفعل في كل مباراة خصوصا خصوصا أن الفريق لم يتوقف عن العمل ظللنا ندرس ونقوم بالأبحاث لنصل لأدقى التفاصيل واجهنا بعض المشاكل ولكن كارلوس كيروش هو الأفضل نحن استعدادنا بشكل استثنائي لهذه المباراة إذا لم يفعل هذا كارلوس كيروش فمن سيفعل نحن أنجولا لم تكن منتخبا مختلفا ولكن بالفعل واجهنا بعض الصعوبات لإحضار المعلومات الخاصة بالفريق ولكن كانت نفس التحضيرات كان نفس الفريق الأفريقي وقد استطعنا أن نجمع المعلومات عنه طيب مصر غدا أمامها مواجهة مع بوركينا فاسو تحت قيادة فنية جديدة لمدر الجديد بيقود المنتخب وهو حسام حسن كيف ترى هذه المباراة كيف ترى شكل التصفيات الإفريقية بتأهل تسع منتخبات إلى نهاية كأس العالم في أمريكا عشرين ستة وشرين أعتقد أن بوركينا فاسو دائما تكون منتخبا صعبا لا شك بخصوص هذا الأمر هو واحد من أقوى المنتخبات الإفريقية على مستوى البدني لديهم العديد من اللاعبين المحترفين في أوروبا بالطبع سيأتوا بكامل عدد المحترفين أعتقد أنهم أعتقد أن مصر لديها الأفضلية تلعب في الوطن تلعب في سلاد القاهرة بفريق شاب أعتقد أن بوركينا فاسو ستعاني وأمام منتخب مصر لتخرج بنتيجة إيجابية بالفعل هم أتوا ليحصلوا على التعادل لا شك في ذلك ولكن أعتقد أن الفريق المصري لديه الكثير ليقدمه غدا أعتقد أن المبارتين المتبقيتين هم المبارتين المفتاحيتين للتأهل بكأس العالم فأعتقد أن نتائج أعتقد أن تأهل هذا العدد من المنتخبات لكأس العالم في أمريكا سيكون جيدا أعتقد أن مصر كأول وبركينا فاسو كثاني أعتقد أن المنتخب مصر يجب عليها أن يحاول وأن لا يترك النتيجة للتعادل السلبي في مصر مع الجماهير والضغط الجماهيري واللعبين الشباب سيكون قادرا أعتقد أن ليس عندي شك في المنتخب المصري لديهم الشغف الكامل بشكل لا يصدق العمل المستمر والاجتهاد بالطبع تريد أن تسجل أن تسجل مبكرا ولكن يجب عليك أن تكون صبورا لديك شوط أول وشوط ثاني فبالتالي نعم المنتخب مصري سيعبر هذه المباراة بالطبع هي مباراة صعبة ولكن مبارتين هامتين داخل وخارج مصر يجب على المنتخب المصري أن يفوز أعتقد المنتخب مصري سيكون جيدا لا شك عندي في ذلك وسيكون الفوز مقدر للمنتخب مصري سؤال أخير وأشكرك بالتأكيد على متابعتك معنا ووجودك معنا ولكن أريد أن أسألك على مشوار التصفيات وطريق التصفيات هل طريق التصفيات السنة أسهل أم أصعب من طريق التصفيات التي لعبتوها بلقاء فاصل أمام السنغال تسع منتخبات أم خمس منتخبات أعتقد أن التصفيات مختلفة بالطبع ربما كانت أصعب لنا لأن كان الأمر يتحتم وتوقف على مباراة واحدة خارج الأرض لتصعد أنا أؤمن أن الحظوظ متاحة لمنتخب كمصر أن يتأهل لكأس العالم وأن يتوج مجهودات الكرة المصرية في كأس العالم لديكم الشناوي محمد صلاح تريسغي النني بالطبع هؤلاء اللاعبين يستحقون أن يتأهلوا مع المنتخب المصر وأن نرى هؤلاء اللاعبين الرائعين في كأس العالم هم يستحقون ذلك بلا شك أنا كنت أتمنى أن أساعد منتخب مصر اللي يتأهل ولكن التصفيات الآن أسهل نحن نحن خسرنا أمام السنغال بركلات الترجيح بعدما فوزنا بهدف لا شيء وخسرنا بنفس النتيجة ولكن تعرضنا لكثير من الضغوط من الجماهير والأجواء واستخدام الليزر وكل هذه الأجواء خارج نطاق كرة القدم قد أقصت المنتخب ولكن اللاعبين كانوا رائعين أمام السنغال استطعنا أن نوقف المنتخب السنغالي وقاتلوا كالمحاربين أمام منتخب السنغال أمام عشرات الآلاف من الجماهير ولكن اللاعبين تشتتوا أخيرا ولكن كانوا رائعين ولكن كان لدينا لعبين قد أخطأ في ركلات الترجيح أمام هذا الكم من التعارض لأشعة الليزر ولكن هذه كرة القدم لم نتأهل ولكن أستطيع أن أقول أن المنتخب المصري لديه مبارتين مفتاحيتين هما الأسهل مقرنة بما مضى أن يحصل على نقاط المبارتين أعتقد أن مصري ستتأهل لكأس العالم مستر ريجر ديساء أنا بشكرك شكرا جزيلا أن نورتنا وشرفتنا على شاشة قناة الأهلي شكرا جزيلا لك كان كلام مهم جدا ومدخلة مهمة جدا من كيبتاون من جنوب إفريقيا مع المدرب المساعد لمستر كارلوس كيريش في فترة مهمة جدا مع منتخبنا الوطن نهرج إلى فاصل ثم نوصل الوقت بيجري معاك بسرعة ولكن في دقيقة ونص المتبقية أخذ حاجة سريعة كده من تريند الأهلي قبل بروح للمشاركات حساب يلا القرى نقل تصريحات لدكتور محمد سراج عضو مجلس إدارة الأهلي واللي كشف فيها أسباب عدم الإعلان عن تصميم الأستاذ وساعة الملعب والعائق الأكبر قال إن المشروع لن يقل عن إتناشر مليار جنيه وإن التصميم للأستاذ هيكون فيه شهر أكتوبر وهيكون فيه مرحلة أولى باتنين وعشرين ألف مشجع ثم أربعة واربعين ألف مشجع وهيبقى فيه استفادة مالال الأهلي لهذا المشروع بعد خمستاشر سنة خلال الفترة اللي جاي أروح بقى للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة توقعاتكم على نتيجة مباراة مصر وبركينة فاسو وأيضاً كمان توقعاتكم للنتيجة طيب مين يمكن يحرز الأهداف يعني البداية بمحمد البدري قال 3-0 لمنتخب مصر إن شاء الله صلاح هدفين وتريزيجيه هدف وممكن زيزو يعمل حاجة طيب نروح كمان لرأي تاني سامح علي بيقول أتوقع فوز منتخب مصر 3-0 ويسجل الأهداف مصطفى محمد محمد صلاح بالتوفيق إن شاء الله لمنتخب مصر وتحقيق حلم المونديل عبدالله ردوان بيقول مساء الخير إن شاء الله فوز مصر 3-0 تريزيجيه محمد صلاح إمام عشور مع أداء مميز إن شاء الله آخر تعليق معايا أحمد بيقول مساء النصر لمصر 2-0 لمصر مصطفى محمد وإمام عشور أحلى ختام مساء النصر لمصر إن شاء الله بإذن الله يوفق منتخبنا غدا في إحراز ثلاث نقاط مهمة في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم كانت إطلالة مهمة جدا النهاردة من برنامج التريند على أهم حدثين مشروع القرن وتدشين مشروع القرن وأيضا الحديث عن مباراة مصر وابوكي نافاس ومدخلة مهمة جدا من كيتتاون من جنوب إفريقيا مع روجر ديسا على مشوار منتخبنا مع كارلوس كيروش الحديث عن إنجازات الآلي والمواجهة يعني اللي مر عليها 11 سنة اللي كانت ما بين الآلي وأرلاندو بايرتس وقتها كان روجر ديسا هو المدير الفني للفريق الجنوب إفريقيا شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى اللقاء الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج التريند